ورش الاهلي والزمالك اللي جاي ان شاء الله شايف المبارا دي هتكون عاملة ازاي مباراة قوية مباراة قوية يعني النادي الاهلي عايز يمشي في الدوري بشكل كويس وعايز ان هو طبعا دي بتبقى بطولة خاصة ولا حسبات خاصة اكيد اللي بتفوق في المباراة دي بتديله افضلية في بعيد الموسم ويمكن الزمالك بعيد شوية نتائج في الدوري لكن برضو مباراة زي دي تديله ثقة وتديله عوضة قوية في الدوري فشايف ان المباراة تبقى صعبة على الفريتين صعبة على الفريتين؟ طيب عشان في ناس كتير يشايف انه الاهل في حالة افضل شايف الاهل استقرار فني شايف الاستقرار اداري فممكن تبقى الامور اسهله انت شايف ان الاتنين المباراة صعبة دايما تعلمنا مباراة الزمالك حالة خاصة بتسعين دقيقة اللي يبقى حالته افضل في المعب اللي بيستغل الأخطاء اللي بيستغل فيه فترات بتيجي في الجيم انت مطالب ان انت تستغلها انت بتكون فاي لازم تحاول تجيب جن دلوقتي الحاجة التانية اللي بيسعى دائما للمكسب هيكسب دائما ماتشاط الأوليس الزمالك وحتى ممكن يكون فيه ماتشاط الأهلي مكونش فيه أفضل بس هو بيسعى للمكسب انا عارف اننا النهاردة مش في حالتي بس عاز اكسب برضو فبتكسب الزمالك برضو الفترة اللي فاتت يعني انت لسه المعالم متغيرة في الدوري بفرقة في أفريقيا بفرقة الامور مش مستكرة فيه عناصر كتير دخلت الفريق مميزة لكن لسه مقدمتش اللي يليق بإمكانياتها لكن في نفس الوقت انت بتراهنا على برضو قيمة وشخصية نادي الزمالك نادي كبير ونادي الأهلي نادي كبير فمباراة شايفه تامم تبقى 50-50 يعني